الناس اللي يقول لكم إخوانكم يرجعهم يا ابني يرجعوا فيه الإخوان يرجع مستحيل يرجع الإخوان لأنه أصلا مفيش إخوان مفيش خلاص الإخوان فيه الإخوان كل اللي برة واللي هرب واللي عمل قال إخوان إيه فين التنظيم الإخوان الشعب المصري هو اللي فضح الإخوان وهو اللي قضع الإخوان الشعب المصري وبعدين تعالى أقول لي هاتلي هاتلي كل رأساء دول عالم جايين وقولوا إيه الإخوان يرجعوا تاني يا سلام والشعب المصري هيسكت والشعب المصري يقدر يقبل مهجربهم وشافهم مش الدولة المصرية مش الحكومة المصرية مش الرئيس المصري مش النظام المصري المرات المشكلة والكلام مع مين مع الشعب المصري انا بقول ده اصبح تراث الاخوان اصبحوا نقطة سوداء موجودة في كتاب التاريخ عشان العزة والعبرة احنا بنقرأ هامان وبنقرأ فرعون وبنقرأ كل قوم عاد وقوم ثمود بنقرأهم في القرآن عشان نتعلم فالاخوان موجودين في صفحة التاريخ مش عايزين نمحوها عشان نستقرأ وتشوف لازم نقرأ ونشوف الاخوان عملوا في مصر ايه وبيعملوا ايه انا بقول تاني صفحة وانتهت صفحة وانطوت قضية الامر لازي فيه تستفتيان مفيش اخوان في دولة مصرية قوية انا بقول لهم قاعدين عاملين زي الثكالة والولاية اللي قاعدين برا في تركيا وقاعدين في لندن مشتتين ومشردين من نتيجة اعمالهم وافعالهم عليهم غضبوا من الله وغضبوا من الناس قاعدين برا بيعملوا بيدعو بيدعو ما عندهمش حاجة ويتكلم بايدن تمام لا مش عارف في اردوغندا خليف المسلمين ما عندوش حاجة يا جماعة احنا هو للاخوان حق اه لهم حقوق في مصر اه ايه هي الحقوق يبكوا اذا كان للاخوان حقضوا حق البكاء حق البكاء على ما اقترفته ايديهم الملوسة حق البكاء والندم ده حقهم من حقه ان يندم من حقه ان يعيط ده حقه الوحيد وبقول لهؤلاء المرتزقة مرتزقة حقوق الانسان والناشطين وامثالهم اللي خرجوا من صندوق القمانة عودوا اليها مجددا عودوا اليها مجددا تاني بقول الناس اللي خرجت من اكوام القمامة والمخلفات وسنضيق الزبالة عودوا اليها فهي موطنكم الاصلي الذي يليخ بكم مصر كبيرة وستظل مصر دولة راسخة وستظل وبقول تاني انها مصر يا ايها الاخبياء لهم ولمؤيديهم ومنصرهم